طيب خليني أقول لحضراتكم خبر ليه علاقة كمان بالنادي الأهلي الحقيقة يمكن بيلخص تقدير كبير جدا لقيم العطاء والإخلاص والانتماء مجلس إدارة النادي الأهلي قرر النهاردة تكريم اسم كابتن حسن حمدي يمكن كابتن محمود الخطيف في اجتماعه النهاردة قرر أنه يدل اسم كابتن حسن حمدي قلادة الأهلي الذهبية تقديرا طبعا لحجم عطاءه الكبير على مدار ما يزيد عن أكتر من خمسين عام أضاها في خدمة النادي في عدد من المناصب المختلفة البداية طبعا لعب في النادي الأهلي ومديرا للكرة مشرفا على الفريق الأول وعضوا بمجلس الإدارة وأمينا للسندوق وكيلا للنادي ثم نائبا للرئيس وأخينا رئيسا للنادي الأهلي في الفترة من 2002 حتى 2013 ده كان أولى قرارات النادي الأهلي كمان قرر مجلس إدارة النادي الأهلي منح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قلادة الأهلي الذهبية تقديرا لرحلة عطاءه الكبيرة ومسلته مع النادي الأهلي لعبا ومدربا للفريق الأول لكرة اليد وما قدمه أيضا للرياضة المصرية والعالمية في عديد من المناصب المحلية والقرية سواء رئيسا للتحاد المصري لكرة اليد ثم الأمين العام لللجنة الأولمبية المصرية حتى تولى رئاس الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 تحديدا ولمدة ست دورات متتالية في إنجاز يحسى بالحقيقة مش بس لإسم حسن مصطفى ولكن لكوادر المصرية بشكل عام ونجاحات كبيرة جدا تحققت لكرة اليد في مصر وعلى مستوى العالم وقرر المجلس إنه هو بالمناسبة دي هيكون فيه حفلة إن شاء الله هتحتضن وضار الأوبرا المصرية الحفلة ده هيقام يوم عشرين من الشهر